ترأس غبطة البطريارك بير باتيستا بتسابالا بطريارك القدس للاتين قداسا احتفاليا في بيت جالا رحب خلاله بالشبيبة من مختلف الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الذين توجهوا إلى لشبونا للمشاركة في اليوم العالمي للشباب المزيد في رسالة مندوبتنا في الأرض المقدسة مرلين الحدوة من ضمن الاحتفالات والاستعدادات بالأيام العالمية للشبيبة في البرتغال أقيم قداس احتفالي في كنيسة البشارة بتنظيم من الأمانة العامة للشبيبة موتن يسوع قبل الانطلاق للشبونا من فلسطين طالع نحو 200 شخص 125 شبيبة خاصة بشبيبة موتن يسوع والباقي بجمعيات ومؤسسات مختلفة تابعة الكنيسة الكاتوليكية ولكن تحت نطاق الأمانة العامة للشبيبة المسيحية اليوم بردو بشكل مميز كان معنا بالقداس الإلهي فئة الإعدادة بشبيبة موتن يسوع وهم بمخيم السنوي نحو 70 شاب وصبية من مختلف الرعاية و25 مسؤول حيث ترأس القداس الإلهي الكاردنال بير باتستابات سبلة باتريارك القدسي للاتين والكاردنال المعين أمريكو أجويار رئيس جمعية الأيام العالمية للشبيبة لشبونا وبمعاونة كهنة البتركية اللاتينية والشمامسة وبحضور جوقة صوت الملائكة وبحضور لجان وأعضاء شبيبة موتن يسوع فلسطين وعدد كبير من الشبيبة من مختلف مناطق الأراضي المقدسة حيث رحب الأب بشار فواض للمرشد الروحي للأمانة العامة للشبيبة في فلسطين بالكاردنال والمتران والكهنة والشبيبة الاحتفالية اليوم بتعني لكتير لأنها إشي أساسي في حياتنا وفي حياة شبيبتنا الرئيس الأعلى لجمعية الأيام العالمية للشبيبة في ديشبونا المتران أمريكو الكاردنال المعين من قدسة البابا كان موجود معنا اليوم وعمالنا منحتفل معه بالقداس الإلهي وكان فيه صاين كتير حلو كان فيه علامة مميزة جدا أنه أعطانا الطائية الأسقفية وفي نفس الوقت أعطانا الخاتم تبع الأسقف وقدموا هدية لشبيبة موطن يسوع للشباب الفلسطيني المسيحي العمالي رح يشارك في الأيام العالمية للشبيبة هذا بدل على ثقة كتير كبيرة من متران ومن أسقف في حياة الكنيسة ثقة الكنيسة في الشباب وثقة الكنيسة في حياة الأرض المقدسة وفي الأرض المقدسة اللي هي الإنجيل الخامس فبتأمل وبحلم ودائما بصلي من أجل ثبات دول الشباب والصباية انطلقتهم بالعالم وشهودهم حتى يكونوا شهود حقيقيين ليسوع المسيح في قلب العالم وفي عيذة القداس رحب غبطة البطريارك بالعدد الكبير من أبناء الشبيبة المشاركين بالأيام العالمية للشباب من الأردن وفلسطين وهو دلالة على حياة رعوية نشطة الجنة الكنيسة المجدية بصدر من يومين الموضوع المجدى لتأكس الكنيسة من الأشياء لقدمتنا بمجد עם المستشفى من جانبه عبر المتران أمريكو عن سعادته لزيارة فلسطين ولقائها الشبيبة وذلك بناء على رغبة قداسة البابا فرانسيس في تقربه من الشبيبة المسيحية كونها موطن يسوع ومنبع الإيمان وأرض البشارة الأولى وبعد أخذ البركة توجه الجميع لسحات المعهد الإكليريكي لالتقاط الصور التذكارية مع الكاردينال بير باتستا باتسابالا والمتران أمريكو والكهنة للنرسات مارلين الحدوى من بحات المعهد الإكليريكي بيت جالا